اشتركوا في القناة 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 ايا كان هي بتسرق الطعم من السيفود انا عايز الطعم من السيفود ده سلطته القوية هو اللي يبان في قلب الطاجر تيجي منين السلطة وتيجي منين الشخصية من اللي انا هعمله دلوقتي المقادرة على الشاشة يا سيزا رحاب معانا جنباري ومعانا كابوريا وسمك فيليه روزماري بصل وتوم عصرة ليمون دي كلها مقدير مع بعضيها كوب من الكريمة اللباني معلاتين سمنة حلوين او زبدة زي الفل يا عم الشيف معانا عود صغير جدا من الشبت الناعم مفروم معانا زي الفل السمك المكريل اخباره ايه طاص على النار حلو ايه هنعمل ايه بقى يا تركيا هناخد كده الكابوريا دي كده الاول اللهم اصلى عن النب معانا مين معانا مين استكل تعملت ايش بتعمل ايه هنا اه خدت ايش لكابوريا والكفر بتاع الكابوريا ايه الحلاوة دي الله يناولا فاروق في ورسانة لبزون المصر معايا مية بتغلى عن نار حطيت فيها كرافس هي التركاية هنا بقى واشر الجنبري بالنسبالي انا دهب 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 حلو كل ده في قلب المي حلو وناخد بقى كده مع بعض اه وامسك الفلي ده كده اقطعه حلو عايز اعمل طاجن حلو بقى حلو ومعانا بصلها حلوة ومعانا الساطور بتاعنا اقطع البصلها دي كده الله مصر الله عننا ومعانا طاصة على النار شديدة الحرارة حلو ناخد الطاصة دي كده ناخد البصل الحلو بتاعنا ده كده زي الفل هعمل تركاية هنا تدعولي فيها البصل ده من غير اي مادة دهنية الله عليك اشييف ده شغل مدرسة بقى دي خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من دهب انا هنا حاطت البصل من غير اي مادة دهنية علل ولماذا يا عم العالم علشان اخد المادة المكرملة اللي موجودة في البصل تختلط بالكريمة اللباني تودينا مدرسة تانية اسمها مدرسة المغازي حلو الكلام اهو هسيب البصل كده يتكرم الفقل بالتصر واغطيها حلو الكلام اهو دقائق مع دودة بتشوي يا شيف احسبها زي ما تحسبها بتحمروا يا شيف احسبها ما زي ما تحسبها هسيبوا على النار كده فرصة اه هو ده الكلام المدرسة دي على شاشة القناة الاولى معانا ميا بتغل على النار حطينا في الميا دي كابوريا وحطينا فيها اشر الجنبري وحطينا فيها اتكا رفس محترم زي الفل بيغلوا على النار كده زي الفل اهو تمام الميا دي بقى انا شام ريحيتها دلوقتي كانني بشم ريحة الفصفور اليود بتاع الكابوريا وبتاع الجنبري الاشرييات اهو هسيبوا بكده زي ما هم حلو اهو ومعايا مصفة هنا مجاهزة وحلة تانية عشان هصف البيون ده اخدوا بعد كده البصلة هنا تتحمر اقطع السمك الفني ده كده البصلة هيت زي الفلية دي المدرسة اهي 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 الفص التوم ينزل هنا حالوا الكلام ريحة البصل متحمر زيت زيتون ده مع الكريمة اللباني بس مع الكريمة اللباني بس اهو اه اه لانا هنا معايا كوباية كريمة اللباني اهي حبيبتي اهي سعرها غالة شوية بس ده اي عايز استخدمها صح وحمر كده وقلب ده كله مع بعضه الله عليك الله عليك وعلى والديك اهو ومعايا من الديق معلا القوان بتاع الوايت سوس اهو حالوا قوي ونقلب حالوا قوي شوية زعتر الوايت سوسي حب الزعتر اه احنا نفكر لناك هتعمل بشاملة يا شيف بوغازي لا 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 دي مدرسة تانية خالص في الفلسود اهو شوية ملح انا جان بكنزة هنا بيغلي مستنيني اهو وبيناديني اهو بصلايا شواناها حطنا عليها زيت زيتون فاصي توم معلقتين من الديي القوام ننزل بالسيفود بتاعنا الله جنبري فيلي كبوريا كل ده مع بعض لسه ما خلصتش اصبر على ريزك اهو كل انا هعمله دلوقتي اخد دول كده ايه الحلاوة دي كنز 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 اه اه العب عسامك وناخد الحلاة اللي بتغلي دي عم تشيف زي ما هي كده يلا 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 اهوة ده انزل انزل اهوة ده ايه ويلي ايه ويلي خلص التاجر السيفود كرافس فين في البيون الطعم فين في البيون القوام فين في الطاسة والسر فين في الطاسة اهو وجبنا الخلاصة اهو التقليل دي مهمة جاد خلص السيفود دي سيبوا يغلي بقى الله عن ريحة مش عايزة امشي من جنب الحلاة اهو الله العظيم اه 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 حط بقى عندك بطارق حطي عندك كلماري انا استخدمتي ثلاثة انواع كابوريا خدت الكفر بتاعها وبعد الرجول والجنباري قشر خدت القشر ايه بتاعته والرص واسيبوا يغلع عن دار كده بس نازم اغطيه وهناخد بعضينا ونستازل مخرجنا ونطلع الفاصل بتاعنا عشان نجهز نفسنا للسموزي بتاع الطمر واللوز انا مسميه سموزي التفوق سموزي النجاح لانه معمول بالطمر واللوز طمر كيمة غزائية عالية جدا واللوز ام جسري لطلبة السنوية العامة لان انا بقى هدله من الحلقة دي لانه ممكن هنجي على الاسبوع الجاي يكون ام خلاصوا ايه ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل بتعمل ايه عم الشيف خلينا نبص على طاجن السيفود ايه الحلوة دي ايه الجمال ده استوى اه على مسئوليتك يا شيف اه لو قوام يا شيف اه القوام جامنين يا شيف من معلعتين الديي اللي انا حمرتهم مع البصل المتكرمل وانا بحط التومة وحطت عليهم زعتر والتوابل فيهم اللي دوني القوام ده انا بص على القوام ده كده طب ينفع يا شيف مغازة حط نشا بدل الديي لا الديي يديك قوام في الوايل سوس افضل من النشا اهو بس اهم حاجة تحمري علشان ما يلكم كيش او يلكم ضيوفك يعني ايه يلكمنا يعني خلينا نشرب معلها نحس بطعم الديي نصيحة مني بتعملي بشامل بتعملي ويت سوس بتعملي صرصة بيدا ايا ان كانت المسميات لازم الديي يتحمر جيدا في السمنة او في الزبدة او في الزيت اه شايفين القوام ده كده لسه مخلص الطاجن لسه لكلام معانا كبير قوي اه هنعمل يا عب الشيف معانا من الكرافس حزمة اه ناخد العروق اصد الورع بتاعها ما ناخدش العروق خلي بالك اه 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 ده نمسك العروق من هنا كده نمسك العروق من هنا كده اه والقطع كده اه 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 ده مطلوب يا شباب اه العروق بلشة خالص لان العروق مع السيفود مش حلوة خلي بالك اه هتفتكريها بقى شري الجنباري ولا تفتكريها الحسك اللي هو الشوق اه دي كرافس اه كرافس ملك الطواجن كرافس ملك الشربة اه من اللي قال كده مدرسة المغازي هناخد كل ده مع بعض يعمل شيف ونحطه على الطاجن بتاعنا اللهم صلعنا بزي ما هم كده في قلب الطاجن الله هو اكبر هو ده اه تحطه كده وسنة شابت صغيرة جدا لان الشابت ده حرامي بيسرق الطعم لو كترناه مش هنحس نحن ناكل محشي اه ونقلب دول كده مع بعض الله هو مصلاعنا بزي اه كريمة اللباني فين كريمة اللباني فين لسه نجيب الطاجن بتاعنا لندخله الفرن درجة حرط الفرن اخبار هي ايه فل اه نحط الطاجن ده كده الله هو مصلاعنا وناخد السيفود بتاعنا نعم يا غالي الشربة الشربة تقريبا بنفس الطريقة بس ما ينفعش حمر البصلة او شوية بنفس الطريقة دي كده خلي بالك التواجن حاجة والشربة حاجة الشربة بقدر الامكان بتكون هلسة شوية يعني ما فهاش يعني اه عملية الطاي التسبيك بتبقى السيفود زي احنا كده بالشواها على النار بياخد الكريمة وبياخد الحليب انما تشوحت البصلة او شويان البصلة مع التواجن وخاصة السيفود مع الكريمة لباني دي مدرسة المغازي اه اه نزل كده اه لسة مخلصتش اه ده كريمة لباني بياخد الكريمة اللباني اللهو مصلاعنا الكريمة اللباني هنحطها هنا يا شباب اه يلعب يا سمك هيخش الفرن في درجة حرارة مية وتمانين لسة ما خلصتش معايا اشتبالة دي طواجن اللي بنكلها ببعض المطاعم يقولك كالتو طواجن سيفود بالوايد سوس يا جدع طعمه بوقل غير دلوقت اه وارد وارد اه اه اشتبالة دي يلا ده بقى ايه في كل حاجة فسفور بروتين كالسوم معادن ومجاسري درجة حرارة الفرن مية وتمانين عم الشيف هيخش الفرن دلوقتي ونتفرج عليه بعد ما يطلع من الفرن تقريبا لمدة عشر دقائق اللي هم بيين عندنا اللهو مصلاع النبي يلا مع بعض نخش الفرن معتاجين ده اه ونسمي بسم الله اه الف انا وشيفة اللي يأكل منه يلا انظر نظر ايه الحلاوة دي فورسان التليفزيون المصري نقفل الفرن بتاعنا طاجن سيفود بالوايد سوس طيب طاجن سيفود شايفون حضراتكم ده مش هحط لمون على الوش ده ما تحطش لمون ممكن نحط مسلا لعود خضرة قعد نعناها حكده حسب الرغبة يعني تخلي بالي اه وقت حطي لمون على الوش طب ايه لو حطيت لمون ايه لا يحصلاش ده ما تحطش عليه لمون لو حطيت لمون على الكريمة اللي بباني دلوقتي هتفرط مني ويبقى شكل وحش اه هو ده التعديمة بتاعك حلو عادة للاكل بتاعنا ده رز ابيض الاكل دي عايز الرز الابيض معها طب مش عايزة رز ابيض ممكن مكرونس باكتة كده معمولة بزيت زيتون وزيتون وشوية رحان او صلصة البستو لو انت عايزة تجودي في الموضوع الشوائي بس المكرين اللي بالصلصة عايز رز ابيض علينا النهاردة بنيهديها لحضراتكم يوم الجمعة بعد السلام مباشرة اعادة ان شاء الله ولكن باهديها كمال لطلبة السلامة العامة وخاصة العصير بتاعنا الحلو اللي انا عملته اسموزي الطمر باللوز يا مزاجوا اللوز رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائر المصرية من اينا يا مغازي من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة